انظار عاجل لمصر والسودان وبيان مهم جدا من هيئة الارصاد المصرية ودراسة تكشف عن استهداف هاكرز صينيين لوزارات خارجية عربية منهم مصر تعرف معنا على التفاصيل وعاجل مستشار رئيس سيسي يحذر الاباء المصريين وننشر مقطع فيديو اثار جدلا واسعا في مصر والداخلية تحقق وننشر لحضراتكم التفاصيل في البداية عاوزين يصلي على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الاخبار اشترك في القناة من زرار الاشتراك الاحمر اسفل الفيديو ده مهم جدا عشان تجيلكم اهم الاخبار واضغط على زرار اعجبني اسفل الفيديو عشان توصلك ان شاء الله فيديو هاتنا اول باول عاوزين نوصل لألفين اعجبني على هذا الفيديو وقبل ما نبدأ في الاخبار اللي بيحب مصر ووطني وبيحب بلد ويفجر التعليق بكلمة تحيا مصر عاوزين نوصل لأكتر من الف تعليق مكتو فيهم تحيا مصر وانتو وطنيين وقدها نبدأ بتفاصيل اول خبر معانا ونقطع فيديو اثار جدلا واسعا في مصر والداخلية تحقق وكشفت مصادر امنية مصرية ان الاجهزة الامنية طفح الصور تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي لسحل سيدة الشرقية اثناء محاولة سرقة حقيبتها وكان عدد من رواد مواقع التواصل قد قالوا ان الواقعة حدست في احد شوارع مركز اولاد سقرب محافظة الشرقية حيث خطف تلت شباب يستقلون دراجة نارية حقيبة سيدة اثناء سيرها في الشارع وعندما تمسكت بحقيباتها تم سحلها وسط الشارع ما تسبب في اصابتها بكدمات متفرقة الاجهزة الامنية تقوم بفحص الصور المنشورة للوقوف على حقيقة الحادث وتحديد هوية المجن عليها والمتهمين يذكر ان فتاة بمنطقة المعادي قد توفيت بسبب سحلها وسرقاتها في شارع 87 تقاطعا مع شارع 9 بثكنات المعادي وتم تحديد هوية المتهمين وضبطهم وصدر حكم ضدهم بالاعداد من محكمة الدنايات مصدر معنا كامل المصري اليوم اترك لحضرككم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل الان الداخلية يعني تقوم بفحص الصور المنشورة لسحل هذه السيدة وطبعا تقوم بتحديد صور المتهمين لضبطهم اترك لحضرككم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل انتين مع بعض الخبر اخر ومهم تحذير وانظار عاجل لمصر والسودان وبيان مهم جدا من هيئة الارصاد المصرية قالت هيئة الارصاد المصرية ان السودان يتعرض لموجة من الفيضانات العارمة بسبب الامطار الغزيرة الموسمية وتوقعت ان تمتد موجة الامطار لجنوب مصر خلال الايام القادمة الارصاد اوضحت ان الامطار الغزيرة على السودان ترجع الى تقدم الفاصل المداري والذي هو خط وهمي متعرج ينشأ بالقرب من خط الاستواء وموازن له ويتقدم خلال فترة الصيف بسبب رحلة الشمس وتصبح تلك المنطقة ذات ضغط مرخفض بسبب حرارة الشمس وتكون البيئة الاكثر ملاءمة لحدوث العواصف الرعضية ذات البنية القوية ويكون الهواء الحار المشبع ببخار الماء والرطوبة خلال مروره على السطح ينخفض الضغط ويقل وزنه مكونا طيارات رطبة صاعدة الى الاعلى ويتضفق الهواء الحار المستمر بفعل الفروقات الحرارية ويبرد كل ما صعد للأعلى لتحدث عملية التكسيف مكونا السحب الركامية العالية التي ترتفع الى عشرات كيلو مترات للأعلى بما يؤدي الى سقوط أمطار غزيرة تتسبب في حدوث الفيضانات او سيول في تلك المناطق الارصاد الجوية المصرية قالت ان الجهات المختصة في السودان اصدرت انزارات جوية بخصوص ما سوف تتعرض له السودان خلال الايام القليلة قادمة من أمطار غزيرة وراعضية تتسبب في فيضانات في الاماكن المكشوفة الارصاد الجوية المصرية اوضحت ان الفاصل المداري يتقدم شمالا ليصل الى جنوب مصر خلال الايام القادمة بما يجعل المنطقة عرضة لسقوط الأمطار بشكل اكبر خلال الايام القادمة واشارت المصادر الى انها ستواصل نشر كل ما يخص تنبؤات الامطار وحرقة الفاصل المداري على مصر السودان بشكل يومي وشهد السودان الجمع الماضية هطول انطار غزيرة على محلية المتمة مصحوبة برياح متوسطة بما ادى لانهيار عدد من المنازل وتضرر مدرسة في منطقة ابو روغيو والزيداب ومصرع طالب غرقا في النيل الازرق المصدر معنا كان من البصر اليوم وهذا كان يعني تنبيها وانظارا من الارصاد الجوية المصرية لمصر والسودان اترك لحضركم التعليق على هذا الخبر نتلمع بعض يعني لخبر اخر معنا ودراسة تكشف عن استهداف هاكرز صينيين لوزارات خارجية عربية منهم مصر وافادت وكال بلومبرج بان باحثين امريكيين كشفوا عن تعرض وزارات خارجية عربية وشركات طاقة اوروبية واسيوية لهجمات سيبرانية من هاكرز يقال انهم من الصين وفحصت شركة ري سيكيوريتي الامريكية الخاصة بالامن السيبراني خمسة جيجا بايت من البيانات التي تمت صدقاتها من ست وزارات خارجية وتمن شركات طاقة من خلال اختراق خوادم منصة مايكروسوفت اكس ايكشينج لحفظ وتبادل البيانات وحسب الباحثين الابريكيين فان الهاكرز سرقوا وثائق ومراسلات دبلوماسية من وزارات خارجية البحرين والعراق وتركيا وعمان ومصر والاردن واستهدفت الهجمات ايضا شركات الطاقة في الشرق الاوسط وجنوب شرق اسيا واوروبا الشرقية بما فيها شركة شارلو الاماراتية في الشارقة وشركة الكهرباء الوطنية الاردنية وشركة بيتروناس النفطية الماليزية وهندستان بيتروليم الهندية وغيرها وتمكن الهاكرز من سرقة بيانات ادارية حساسة وملكية فكرية وبيانات شخصية للمستخدمين واشارت الشركة الامريكية الى ان عمليات الاختراق التي لم يعلن عنها سابقا استمرت لثلاث سنين ونص من 2017 حتى 2020 ونفذت بنفس الطريقة التي نفذ بها الهجوم السايبراني على شركة مايكروسوفت خلال الفترة من يناير لمارس الماضي واتهمت مايكروسوفت جماعة هافي نيوم الهاكرز التي يعتقد بانها مدعومة من قبل الحكومة الصينية بالوقوف وراء الهجوم عليها لكن الصين نفذ ضلوعها في اي هجمات مصدر معانا كان من بلومبرج اترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر الهام والعاجل ننتقل مع بعض القبر اخير معانا وعاجل مستشار سيسي يحذر الاباء المصريين حذر مستشار الرئيس المصري عبدالفتاح سيسي للشؤون الصحية والوقائية محمد عوض تاج الدين المصريين من ان الوباء يصيب الاطفال وان اصابة الام ايضا قد تتسبب في اصابة الاطفال واوضح خلال تصريحات على قناة اكسترانيوز انه لا يوجد اي فئة لديها بناعة كاملة او عدد اصابة اقل تابع صحيح ان الوباء يكون اشد اكثر انتشارا لعدة فئات بينها كبار السن واصحاب الامراض المزمنة لكن لم نصرح من قبل بان الوباء لا يصيب الاطفال وبالتالي فالمتحورات ايضا تصيب الاطفال لكن تتفاوت حدتها وشدتها وانتشارها واضاف ان خلاصة الامر ان الوباء موجود ولم يرحل بعد وهناك متحورات جديدة ظهرت وانتشرت عالبيا واي احتمالات قادمة وممكنة وطالب تاج الدين المواطنين بالاستمرار في الاجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من الوباء والاستعداد لاي احتمالية قادمة وشدد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية على ان هناك قريطة للتطعيم ضد الوباء تضم الفئات التي تستحق التطعيم وكلما ثبت ان التطعيم امن لفئات معينة يتم تلقيحهم واضح ان الدولة بتسعى جاهدة لتوفير التطعيم ولم تتأخر من الجانب المادي او السعي للحصول على التطعيم والحرص على توفيرها بشكل دائم ومن جهات مختلفة كما كانت حريصة على التنوع في التطعيمات نصدر معانا كام من اكسترا نيوز اترك لحضرككم التعليق على هذا القبر ربنا رب ارفع عننا البلاء والوباء ويخرجنا من هذا الوباء على خير بإذن الله دينا لنهاية نشرة الاخبار البسيطة اتمنى اكون خفيفة على حضرككم متقلتش عليكم ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد وقريب والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته